ودائما في ذاتي القطاع سنتين تمر على إدخال رقمنا رسميا في قطاع التربية الوطنية حيث أصبحت كل التعاملات تتم وفق أرضيات رقمية تفاديا لتوابير لكن ليست في كل الأحوال نعمة خاصة عندما يتعلق الأمر ببرمجة جدول التوقيت هاجرز للافتفاصل في خضم الثورة التكنولوجية التي نعيشها اليوم قطاع التربية وخلال السنتين الأخرتين دخل في الأرضية الرقمية التسجيلات، نتائج الامتحانات والمسابقات، انشغالات الموظفين، اهتمامات تلميذ وأوليائهم كلها تعاملات أصبحت إلكترونية لكن ميدانيا هل نجحت الرقمنا؟ هذه العملية أصبح بإمكان المترشحين بكل سهولة يطلعوا للترتيب تهم تهل العملية التربوية، تهل حركة الموظفين، تمنع كذلك حدوث التصرفات والانزلاقات اللامس أولا خفت كثير من العبء على مديرية التربية، وعلى سادة مدراء التربية، وعلى وزارة التربية، ونقصت كثير من تدخلات سلبية لو أخذنا على سبيل المثال برمجة جدول التوقيت الأسبوعي وفق نظام معلوماتي، سنجد خرط في توزيع المواد لأن النظام لا يحترم شروط إعداد جدول التوقيت بما يناسب التلميذ ويساعد الأستاذ يدروننا عربية، أونجلي، صباح، وعشية، يدروننا زمان الماتير إسانسيال، وعشية بيناس يكونوا عيانين في مثل هذه الحتة لدينا جسوية سبور، أبقى مراها جسوية عمات إدخال الرقمنة لقطاع التربية أمر مهم، لكن تلسيدها ميدانيا ومساهمتها في تسهيل العمليات هو الأهم خاصة وأنه مع كل مسابقة وامتحان تعرف الأرضيات الرقمية الثرابات لتثير السخط المعنيين